اشتركوا في القناة بمسرح البحرين الوطني وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله أن العملية التعليمية شهدت على مدى الأعوام الماضية قفزات نوعية تواكب أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء مستندة في ذلك إلى قاعدة صلبة وتاريخ زاخر بالإنجاز والتحديث يمتد لأكثر من مئة عام على بدء التعليم النظامي وأكثر من ستة عقود على بدء التعليم العالي في مملكة البحرين وأوضح معاليها أن بولي تكنيكا البحرين تعد شاهدا حيا على حرص الحكومة على تطوير التعليم بما يتماشى ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورفض سوق العمل بمخرجات قادرة على ربط المعرفة بالواقع ومتسلحة بمهارات القرن الحادي والعشرين على نحو يضمن انخراطهم في بيئة العمل بقدر عال من الاحترافية وجهزية تامة لريادة الأعمال محليا وأقليميا ودوليا ولفت معاليه لأن المتغيرات المتسارعة التي يفرضها التطور التكنولوجي والذي أوجد مفهوم الذكاء الصناعي وتطبيقاته تستلزم في المقابل تسخير الجانب الإيجابي منها بالصورة المثلة للاستعداد للمستقبل للفضاءات المفتوحة لتعزيز واقع العملية التعليمية لأسيما التعليم التطبيقي وذلك عبر إيجاد كوادر وطنية وقوى عاملة بحرينية مؤهلة لدعم وتعزيز النمو المستدام ونوها معاليه بالجهود المقدرة والملموسة والتي يبذلها رئيس وعضاء مجلس الأمناء وعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في بولا تكنيك البحرين لتواصل هذه الكلية تحقيق الأهداف التي تصب إليها عبر تقديم برامج أكاديمية في مختلف التخصصات الملبية لاحتياجات سوق العمل والاتصالات وغيرها كما هنأ معالي خرجي الفوج التاسع من طلبة بولي تكنيك البحرين وأولياء أمورهم وثمين جهودهم التي يبذلوها هذا وقد حضر حفلة تخريج معالي السيد علي بصالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولون والمدعوون من جانبه ألقى سعادة المهندس وقال بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمنا بولي تكنيك البحرين كلمة أشاد فيها بدعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمسيرة التعليمية المباركة مثمنا رعاية سموه لهذا الحفل والذي يشهد تخريج أكثر من سبعمائة طالب وطالبة من طلبة الكلية مقدرا لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء تشريفه الحفل ونوه الوزير بالتطورات الحصلة في بولي تكنيك البحرين والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من التميز عبر الحرص المستمر على استحداث برامج أكاديمية جديدة تواكب متغيرات العصر ومتطلبات سوق العمل والأولويات الوطنية إضافة إلى ما تحقق من تطور في مجال الدراسات العليا في الكلية والتي أثمرت عن طرح شهادة الماجستير في ثلاثة برامج وعرب الوزير المبارك عن خالص تهنيه للخارجين والخارجات متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم المستقبلية بعدها تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتسليم الشهادات للطلب المتفوقين من كافة البرامج والتخصصات بالكلية تقديرا لجهودهم المخلصة ودعما لطموحهم العالي واهتماما بمسيرة التعليم الوطنية جاءت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لحفل تخرج الفوج التاسع من بوليتكنيك البحرين في لفتة كريمة تؤكد المساع الوطنية لدعم تطور قطاع التعليم وتنوع مخرجاته والارتقاء بها إلى أعلى المستويات اليوم هي الدفعة التاسعة لبوليتكنيك البحرين لمائة وستة عشر طالب من جميع التخصصات منها الهندسة وبرمجة الحاسب الآلي وإدارة الأعمال واللوجستيات وأنه لمن دواعي سرورنا حضور معالي نائب رئيس الوزراء هذا الحفل ويمكنك أن ترى الخرجون كم هم ممتنون للنتائج التي يحصدونها ومن الجيد أن نرى أن 83% من الخرجيون يعملون وهذا ما يدل على النجاح وهو ما تهدف له الجامعة نشكر حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد على رعايته لحفل التخرج وكذلك لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء حق هذا الحفل الجميل اللي دائماً بروتينك البحرين تحتفل فيه في كل سنة هذه هو الحفل التاسع اللي خرجنا فيه خريجينا وأتعز الفرصة أني أشكر أني أبارك حق أولياء الأمور والطلبة هذه النجاح وهذه التكريم اللي حصلوا من سموها وكذلك من معالي ودائماً نحن في هذه الحفلة ذي نترقبها في كل سنة هي الحفلة ذي اللي نلتقي فيها مع أولياء الأمور والطلبة ونحتفل معهم بخوصة أننا لما نقبلهم في البداية نحن نقبلهم ونخرجهم فلما نشوفهم متخرجين هذا الشيء يعطينا وائد فخر أننا نقدم أبسط شيء حق مملكتنا الغالية البحرين خريجوا الدفعة التاسعة من بروتينك البحرين عبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة بعبارات الشكر والثناء والوفاء لوطنهم وقيادته وأسرهم التي قدمت لهم كل الدعم والمساندة فرحة العمو الواحد لما أبناء ولدك ولا بنتك يتخرج وخصوصاً هذه أهم مرحلة في حياة أي شخص أنه يأخذ البكاليريس ويبدأ بعد الحياة العملية وهذا طبعاً ثمرت جهود الوالدين والأبناء خصوصاً الصراحة جداً ممتن حق الأساتذة والمدرسين اللي كانوا معنا خلال هاي المشوار الصراحة تحية كبيرة لهم على مجهودهم على التعب اللي تعبوا وياننا خلال هالسنوات وخاصة أثناء بعد السنوات الكورونا كانت جداً صعبة إيصال المعلومات حق الطلبة فصراحة تحية كبيرة حق المدرسين وشكر كبير حق الإدارة العامة حق الجامعة أول شيء الحمد لله اللي الله وصلنا لهذا اليوم وهذه اللحظة سعادتنا لا توصف بين أهلنا وزملائنا الحمد لله رب العالمين وحب أشكر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعايته لهذا الحفل حفل تتويج الفوج التاسع لطلاب بولوتكنيك البحرين وكذلك حب أشكر بولوتكنيك البحرين على كل جهدها المبذولة لتأمين أفضل مستقبل لطلابها آمال وطموحات كبيرة يحملها خرجو الدفعة التاسعة من بولوتكنيك البحرين متسلحين بالعلم والمعرفة اللازمة والمهارات المطلوبة ليكونوا على أتم الاستعداد لرفض مختلف مجالات العمل بكل تميز ونجاح فرحة غاميرة ارتسمت على أوجه خرجي الفوج التاسع من بولوتكنيك البحرين تجسد مرحلة مهمة ومحورية في مسيرة تطورهم ومساهمتهم الفاعلة في بناء وطنهم ومستقبلهم المشرك يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين